موسيقى بأثر رجعي عادة الأموال المخصصة للإقليم بموازنة 2021 وبأثر رجعي عادة الجدل والخلافات والمناكفات السياسية الحكومة أرسلت المستحقات تطبيقا لقانون الموازنة لكن غضت النظر عن النفط المصدر من خمسة أشهر من كردستان دافع سياسي ويمكن اتفاق أو تسوية كل هذه الاحتمالات واردة جدا بعد إعلان الطرفين عن اتفاق لحل الأزمة وبداية نهاية المشاكل بين الحكومتين بأربيل صحيح يمكن راح تنحل الأزمة يمكن بس ببغداد شلون راح تفضي الجماعة خصوصا وإحنا نعيش أجواء انتخابية واتهامات وكل واحد مخلي خصمك بالعينه شلون راح تنتهي السالفة ومن راح يقتنع بتبريرات الثاني من راح ينصف المواطن ببغداد ومواطن الاقليم بدون أي منافع ومصالح شخصية أو فئوية حياكم الله خلافات أربيل وبغداد سادة الكرام مناقشها مع ضيفي الكريمين الأستاذ مهند العتابي عن كتلة النهج الوطني قياديا أستاذ مهند نورتنا في هذا الحوار وأيضا من أربيل مع السياسي الأستاذ علي الفيلي من أربيل حياك الله أستاذ علي نورتنا في هذا الحوار الجديد عبر قناة الرشيد الفضائية أستاذ مهند خلينا أبلش مع جنابك الكريم لماذا هذا التشكيك بتصرفات بغداد أو تعاطي بغداد مع الاقليم هل تعتقد أن إرسال المبلغ ومخالف لبنود الموازنة نحن نرى هو مطابق للموازنة وما نصت عليه الموازنة وبنودها ليش هذا الاعتراض من قبل طبعا تحديدا الكتلة الشيعية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أخي أستاذ أحمد لضيفك الجليل أستاذ علي الفيلي ومشاهدكم الكرام نحن اليوم اعتراضنا هو ليس اعتراض ساذج أو اعتراض لأجل الشوشرة أو لأجل التدافع السياسي أولا نحن لدينا اعتراضا اعتراض سابق للموازنة سبق التصويت ولم نصوت على هذه الموازنة غير العادلة التي نعتناها بالمشؤومة التي نعتناها بالغير المنصفة التي قلنا ستأتي بارتدادات أنا على من نصتك قلت ارتدادات ما بعد الموازن هذا شكال الأول شكال الثاني في التطبيق أخي أستاذ أحمد اليوم ما يحد يعرف ترى القصة واضحا اليوم ما يحدث من الحكومة هو انحياز أعمى انحياز سياسي انحياز غير أبوي انحياز لأجل الكراسي والمصالح اليوم الانحياز لصالح ليس أسمح الشعب العراقي ليس أسمحه مني ما يحدث من انحياز لصالح الأخوة الكرد الكرد هو انحياز سياسي فاقد الأبوية فاقد الشرعية فاقد أدنى مستوى من العدالة هذا مدعى شنو دليلي اليوم احنا أمام ما لا يقل عن سبعين دولار للبرميل الواحد نعم بما يقولونهم اش قد التزمة والأخوة في كردستان تسليم اش قد 460 اضرب ل400 هسه هسه 460 الف برميل يوميا في 70 دولار يعني اش قد 32 مليون دولار وميتيان الف يوميا يعني شهريا 966 مليون دولار يعني بما يقرب من التريليون يعني انت حصتك 10 تريليون فقط نفطاتك السدك بعد مال شنو المئتين دولار وبروح اجدادك هذا واحد انا شايد احدث عن من؟ عن النفط اذا فقط قيمة النفط هسا راح تقل لي مو مئتين وعشرة الف برميل لاجل التشغيل والاستخدام المحلي اقل لك هاي بس انت عندك في كردستان مئتين وعشرة الف شوان عندي ثلاثين الف المحافظات شنو انتم مثلا نازل بكم صيك او آية قرآنية هذا واحدة واخرية اما المنافذ الحدودية التي الى اليوم لم تسلم الى الحكومة الاتحادية ولا دينار من المنافذ وهي منافذ غنية بل رئتي العراق الاقتصادية هي المنافذ الكردستانية راح تقل لي شلون اقل لك اكثر صادراتنا واكثر عملنا التجاري مع تركيا جاي يحدث اليوم بل اكثر من ذلك حتى الممنوعات التي تمنعها الدولة على البصرة والسماء والناصرية والحلة والوسط والجنوب هذه محافظتنا كما حدث بالطماطئ تمنع الطماطئ الطب من البصرة تجيني من كردستان وبالنتيجة حتى ما تاخذ الدولة عليها اي قمر اللي اشبع اعتبارها ممنوعا لذلك اليوم احنا من جاي نعترض نقول ان الدولة منحازة ما هي اليوم على اي اساس منحازة يعني الانتقاد الانتقاد للحكومة لماذا لا يكون الانتقاد موجها نحو البرلمان الموازنة مررت بالاغلبية ايه احنا بعد احترضنا احنا بالبرلمان لا توجه صاحب الاتحادية احنا بالبرلمان احترضنا لا اول مرة عراب عراب هذا الاتفاق المنحاز هو الحكومة هكذا توجع الحكومة اعترضت دعش اعتراض سمعتوه سمعتوه دعش اعترض على الموازنة اللي وقف الموازنة يوم موازنتك لا تحركه اليوم راح تعتبر طبعا هي موازنة السنة موازنة اذا مشت هي موازنة خمسة اشهر قادمة اذا انتراحت اذا مشت الحكومة اليوم مو نقضت واعترضت ولد المحكمة الاتحادية وكذا ونيتها توقف الموازنة يرحمكم الله مو اعترضت الحكومة استاذ احمد نعم احد الاحتراضات تدري شنوه اعترضت على حصة البترو دولار التي هي مقننة بقانون 21 تعطى للمحافظات المصدرة والمنتجة للنفط اليوم اعترضت تقول ما اريد انطيهم حصتهم ما انت كردستان تأخذ النفط كله تبيعه بكيفه تشترك بكيفه تتعاقد بكيفه تبيعه بكيفه تصدر بكيفه وش تسوي انت تقول اخذ الفلوس كلها وانطيك كل شهر 200 مليار والمنافذة لك وتجيني على البصرة وعلى العمارة وعلى السماوة وعلى الناصر يخاف عندهم النفطات شوية تقول اعترض انطي البترو دولار الذي هو مقنن في قانون 21 وعلى اليوم فقط البصرة تطلب أكثر من 20 تريون دولار شنو سر هذا الانحياز هذا المصدر شنو رهانك على هذا الانحياز الكرسي حتى يبقى الكاظم على الكرسي انت بيضة القبان مو يشوفه مو بس يكاظمي اكثر الجاي يجوني يوم ينحازون الاخوة الكرد ليش حتى شنو اتفاق سياسي اذا ما يحدث مع كردستان سياسي ليس فني فاقد لكل أبوي استاذ علي حياك الله نورتنا في هذا الحوار المتجدد استاذ علي شنو سر هذا الدلال يعني هل تتفق مع ما ذكرى الاستاذ مهند فعلا يعني عدكم ازمة رواتب الموظفين يعني مقارنة بخيرات النفوط وبتصدير يبتسم استاذ علي وايضا عدكم ازمة داخلية مالية في الاراضي وفي الاستثمارات يعني اكو ديون مترتبة بذمة الاقليم سواء بحق بغداد او بحق الدول الاخرى القريبة من الاقليم شنو سر هذا الدلال ولماذا هذا العناد حيدر العبادي بلقاء متلفزوية قال الطرف الكرد يعني بالتفاوض فضل نعم فضل استاذ علي مساء الخير عليك استاذ احمد اهلا لضيفك العزيز استاذ مهند مساءد انوار والمشاهدين الاعزاء فضل بالحقيقة هذا الخطاب اللي يتبنى استاذ مهند والطبقة السياسية في العراق يعني البيت السياسي الشيعي الكريم هو خطاب سياسي واستهداف سياسي لا يستند الى الواقع والى لغة الارقام وخطاب انتخابي مبكر يعني بصراحة نعم فكان اجدر بالاستاذ مهند يعني انا كصديق انصحها يعني كان يقول ترحنا هذا خطابنا انتخابي وعدنا البديل بهذا نجحنا بالانتخابات واخرنا السلطة هيتش راح نعمل اقليم كردستان كان افضل انا سوف اجيبك بلغة الارقام نعم مع الاسف الشديد حتى رؤساء الكتل السياسية لا يفقهون رغة الارقام ومن يزودون بهذه المعلومات مستشارين خاطئين انا اليوم اكلم الشارع العراقي نعم واكلم المختصين ومن هاي قناتكم الكريمة وهذا المنبر الكريم اه استاذ مهند حسب النفط رأسا على سبعين دولار زين بعد تناسب انه استخراج النفط حتى في قريب كردستان يعني بطبيعة الطبيعة الجيولوجية تختلف عن البصرة استخراج النفط في المناطق الصخرية تعتبر اكثر تكلفة وهذه الشركات التي تستخرج النفط من اقليم كردستان بموجب جوالات التراخيص هي مشاركة في الانتاج وفي الاستخراج وايضا البترو دولار هو اجه رأسا حسب على سبعين دولار يعني هذا حتى نفط البصرة عسى ما مامو سبعين دولار لأنه تكلفت الاستخراج والتصدير هاي نقطة النقطة الثانية حصة الاقليم من الموازنة 11.67% ومثبت بالموازنة ويعرض الاستاذ مؤند وغيره 10 تريليون و300 مليار سنويا اذا الحكومة اذا الحكومة حاليا تعطي 200 مليار شهريا يعتبر تريليون و400 مليار هذا ما يمثل 22% من حصة الاقليم من الموازنة لماذا؟ لانه هذه اللجان الفنية على مدى اكثر من ثلاث شهور بعد تمرير قانون الموازنة ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع ديوان الرقابة في اقليم كردستان مع وزارة النفط الاتحادية مع وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان راجعوا جميع السجلات التصدير واسعار النفط وايضا المنافذ الحدودية سواء البرية او المطارات والواردات الاتحادية الغير نفطية وصلوا الى هذه الارقام بعد جميع هذه المصاريف بانه اقليم كردستان تبقى في ذمة الحكومة شهريا 200 مليار وما يمثل فقط 22% من حصة الاقليم من الموازنة ويمثل 23% من رواتب الموظفين في اقليم كردستان الذي هو 886 مليار شهريا فلهذا يعني كل هذا اللغط وكل هذا التصعيد هو دعاية انتخابية مبكرة ولكن دائما اقليم كردستان وشمعة اقليم كردستان هي جاهزة لتحليق الفشل وتحليق ايضا الدعاية الانتخابية على هذه الامور ولكن هذا لا يخدم انا بالصراحة ومن بنبركم هذا اطلب الاستاذ مهند وجميع النواب العراقيين وسبقوا في قنوات اخرى على لذلك واقولها وبكل وبالفم المليان من يتنازل بدينار واحد والدولار واحد لاقليم كردستان هو خائن وخيانة تعتبر بحق المواطن العراقي ولكن من يثير هذه الامور بغير دليل ولا تستند الى الوقاع ولغة الارقام يجب ان يقدم الى القضاء بالحقيقة بالتهم التفريق السف الوطني وشق السف الوطني كلامنا كلام سياسي استاذ علي عذرنا عن المقاطعة دعنا من كل الامور خلينا ناقشك بتجرد هذا حتى القلم شمرته اسمع الى استاذ علي بعد 2003 لا الاقليم رضى على بغداد ولا بغداد رضت عن الاقليم حقيقة يعني تمتلكون مناصب وزارية تمتلكون منصب رئاسة الجمهورية تمتلكون درجات خاصة طبعا حالكم حال المكون الشيعي وحال المكون السني طيب هذا الخطاب المثير للجدل خطابكم عدم الرضا على بغداد هذا توارثناه حقيقة يعني اجل توارثت هذا العناد ما بين الطرفين بغداد تعاند واربيل تعاند شنو اللي يجبركم على البقاء لحد الان متمسكين ببغداد شنو اللي يجبركم ان تتعاملون بهذا النفس مع بغداد استاذ علي بس اسمحلي اخنا نكمل بس فكرة السؤال اسمحلي وحور البرنامج وحور الحديث لغة الارقام ولديكم منافذ ولديكم مدرع عامين اسمحلي اسمحلي اتفضل جابلي اتفضل استاذ حتى ننهي الخلاف يعني اي يعني احنا اولا هو الخلاف خلاف مالي انت ما يصير تقول لي خلاف سياسي يعني انا ما اتكلم بلغة الارقام يعني عندما نواجهكم بلغة الارقام وبالحقائق وبالدلائل تقولون لا احنا نريد نحش السياسة هذا ما يصير احنا هنا خلاف هو استاذ مهند بدأ ضرب النفط بسبعين دولار ويقول ليش كل محافظة ثلاثين الف برميل وكردستان وما يدري هو كردستان اربع محافظات يعني انا شو اتعجب بالنائب في البرلمان وما يدري كردستان اربع محافظات ويقيسة محافظة عراقية لا هذا لوي لعنق الحقيقة بصراحة فهذا الخطاب هذا خطاب غير مجدي هذا الخطاب لا يقدم العراق خطوة الى الامام هذا الخطاب انا اقول لك يعني منذ اه الفين واربع طعش الطبقة السياسية عندما رأت نفسها هي فاشلة بتقديم اي خدمات للمواطن العراقي تبنت هذا الخطاب واصلت البلد الى ما وصل حافة الهاوية اليوم نحن العراق جميعا في حافة الهاوية على حافة الهاوية طيب فلم تتخلى هذه الطبقة السياسية البائسة الفاشلة من هذا الخطاب الذي لا يسمن ولا يغني لا يغني ولا يسمن من جوء فنحن لا نستطيع ان نخرج من حنق السجاجة جاي 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 تقول لي شنو لنبقيكم يا بغداد فلتتفضل بغداد تطرد اقليم كردستان كما طردت ماليزيا سنغافورة عام 64 من الاتحاد الماليزي وقالت هذا الاقليم يمثل عبءا على ماليزيا وتطور ماليزيا واليوم نرى سنغافورة ونرى ماليزيا البلدين تقدموا فعلى البرلمان الاتحادي اذا يرى بانه اقليم كردستان هو معيق لتطور ونمو العراق وكل الاموال تصرف على اقليم كردستان انا ما اقول لك شيء واحد يعني الاستاذ اسعد العيداني محافظ البصرة واهل مكة ادرى بشعابها قال بالفم المليان وبصراحة يعني ما يقال ضد اقليم كردستان بانه بنيت بنفط البصرة واموال العراق هذا الشيء يعني عاري عن الصحة واستاذ علي اعذرنا عن المقاطع اسمح لي اتحول الى استاذ مهند بس اسمح لي بس شوية شوية استاذ علي ذكرت يا اخي انا احب الصراحة انا احب الوضوح انت ذكرت الطبقة السياسية البائسة الفاشلة من ساند هذه الطبقة وخلاها توقف على رجلها انتم الكرد انتم في اربيل انتم تتقاسمون الحكومة اصبحت اربيل قبلة لكل الزعامات الشيعية بعد 2003 تتقاسمون المغانم استاذ علي استاذ مهند خلن نرفع العتب من اوقف من اوقف الحكومة اسمح لستاذ علي وقفتم على الرجل من الجماعة دللتوهم كثيرا جدا وراء 2003 وبالتالي يعني خلن نرفع العتب بالفضل رد الفعل كاشف على الازمة التي يعيشها الاخوة الاكراد من خطابنا الذي نطالب به للوسط والجنوب اولا انا ممثل عن الوسط والجنوب انت احشواك لغة الرقام استاذ مهند انت تتتكلم انا استاذ علي لغة الرقام انا ابتدأت بها انت التحقت بلغة الرقام انت تكون الوحظة استاذ علي لاحب بالمقابلة لاحب لي استرسل الاستاذ علي استرسل استرسل استاذ علي رجان رجان أرجوك استاذ علي عزيزي إ أنت اليوم أنا لم تكتب لتوضح وجهة نظرك كناug industri الأرقام أنا اللي سبقتك بلغة الأرقام وكنت أتكلم بأرقام أنا عدمها وتكلمت بسبعين دولار للبرميل بس أرقامة غير صحيحة لا 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 هذه الطريقة هذه الطريقة يدري بي راح أجاوبه جوابه حرجه يدري بي اسمحني سأجاوبك فلذلك إذا تقاطعني جاي تقول للمشاهد سيحرجني موند العتابي وأنا دائما أحرجكم ترى وأكرر الآن أحرجكم هذا الكلام يعني أنا اتفضل لا 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 ما ممكن لا أصدر المشاهد المشاهد واعي أرجوك 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 أرشاهد واعي أبدا مشاهد واعي أتفضل اتفضل بعدين أجاوبك أحسن ادنوا بدلوك يعني يا ما تفضل لـ 460 ألف برميل وضربت لك ياهن وطلعا ما يقرب من التريليون التريليون في 12 يساوي 12 تريليون حصتك 11 تريليون عمي وطايح لك تريليون لعمال الاستخراج وكذا كتريليون كافي ثم هو 460 أنت بضميرك إذا أصدر لك 460 أنتم لا تصدرون 460 هذا أكثر من 460 يوصل 600 ويصل 700 باعتبار الحكومة رضيت بالـ 250 أصلا هذا واحد اثنين أنت ما تكلمتني عن المنافذ الحدودية يعني المنافذ الحدودية وينها؟ وين أموالها اللي موجودة أما أنت تقل الخطاب السياسي وهذا خطاب انتخابي ليعلم الأخ الفيلي وهو عزيز أن كتلة النهج الوطني خطابها في الدفاع عن حقوق المواطن لم يكن أيام الانتخابات سبق الانتخابات وسبق الموازنة وهذه المنابر تشهد لنا باعتراضنا على لقوة في كردستان واعتراضنا على الآلية الآن أنت ما تستطيع أن تقل لي الآلية إعطاء كردستان في المادة دعش وما تضمنت من مواد خطيرة وليس السنيمة تقل لي هي أمر فني أو علمي متكئ أو مستند على معادلات رياضية منصفة قضية سياسية جئتوا اتفقتوا للحكومة هاكم موقف وطوني موقف فبالنتيجة يا أخي لا تنعتني بما موجود بيك الآن أنت من تقل لي هذه الطبقة سياسية فاشلة فأنت جزء من الطبقة السياسية بل وأنت الذي جعلت هذه الطبقة السياسية تستفحل علي أنت مجا يساعد نويل اليوم لم أسمع أحد عزيز كردي ينادي بالبصرة أنا اليوم تكلمت بحقوقك في كردستان ما قد يوم سولفت لي واليوم أنت أمام واقع جاي تستلم لمئتين مليار يا أخي لمئتين مليار حسبة رياضية واضحة اليوم أنت عندك أربعمية وستين ألف ثم ثلاثين ألف في أربع محافظات يا عزيزي مئة وعشرين ألف عد ليش أنت تستلم مئتين وعشرة برميل ثلاثين ألف أنت من لسانك تقولي ثلاثين ألف للمحافظة في أربع محافظات يا أخي لثلاثين في أربعة مئتين وعشرة حليف حليف هذا سياسي في سبعة في ثلاثة ثلاثة ومئتين وعشرة هذا حليف ستراتيجي إذن القضية كما أنا وصفتها قضية سياسية أنتم تتفاوضون سياسيا في أجل الموازنة أنتم بحراككم بالموازنة واضح غنمتم الموازنة اليوم وجيته اليوم وتهجمون علينا أنتم فقور في الوسط والجنوب أنا سألت وعلى منبر مهم وفضائية مهمة وشخصية قيادية في الخط الأول في كردستان سألت بثلاثة هل تسمح؟ جاوبني بثلاثة لا قلت له هل تسمح تسلم كامل نفط الإقليم؟ قال لي لا قلت له هل تسمح بتسليم المنافذ الحدودية؟ قال لي لا قلت له هل تسمح بدخول الرقابة المالية إليك؟ قال لي لا مسؤول رفيع المستوى عندك كردستاني من الخط الأول وقال خذها مني عن كردستان والمقطع موجود والفضائية موجودة قلت له هل تسمح هل تسمح هل تسمح أجاب بثلاثة لا أنت اليوم يا أخي منفصل عني تماما الحكومة لا تستطيع أن تحاسبك لا تستطيع أن تتابعك لا تستطيع أن تشرف عليك واليوم كل هذا أنا ما لعلاقة بك يا أخي جاي الضرني قال الفقر ملأ بيوت في الوسط والجنوب والفقر ملأ 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 أنا أتبع الحكومة أقول للحكومة أنصفي مصطرتك عوجة الحكومة أقولها مصطرتكم عوجة في كردستان نطيتهم النفط كامل والمنافذ غضيت البصر وترجعون تطوهم 200 مليار وفي الوسط والجنوب اعترضتم في اعتراضاتكم العشرة على إعطاء واردات أو البترو دولار وإلى اليوم لم تعطوا أي دينار للمحافظات الوسط والجنوب وحتى الغربية من حصتها في قانون 21 الذي ضمن لها 5% من كل نفط منتج ومصدر وغاز وهبات وفيز وكل ما لديها هذه مصطرت الحكومة أقول عوجة مصطرت يقول لك موازنة صوت عليها البرلمان لماذا تعترض الحكومة لماذا ما اعترضت أستاذ أحمد لماذا ما اعترضت على كردستان كردستان جاي أقل لك رفيع المستوى شخص مهم أقل له هل تسمع يقول لي لا أقل له هل تسمع الرقابة المالية تدخل لك يقول لي لا هل تسمع تطيني نفطك كله يقول لي لا أقل له هل تسمع تسلمني المناطق يقول لي لا هذا واقعك هسا أستاذ علي المفيلي يقول خلي الحكومة الحكومة هي محتاجتك فلذلك لا تستطيع تغازع أستاذ علي دعنا أرجع لك شوية شوية لي وراء مع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حيدر العبادي يعني أحد السياسيين يبدو يعني أقول لك كلامه طبعا أنا أتحفظ على اسمه يقول دواء الإقليم هو سياسة الدكتور حيدر العبادي عندما دخل إلى كركوك يعني ليش ليش تخلون بغداد أو الطبقة الحاكمة الحالية أن 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 تنفرد بقرارات ملزمة وما تطيقهم لا رواتب ولا ميزانية لأنه الطرف الكردستاني تشوفه بغداد غير متعامل معه غير متعاون مع بغداد كما فعل العبادي هل أنتم هل أنتم فعلا فعلا تتفقون مع هذه الرؤية اللي ذكره هذا الشخص السياسي ولماذا لا تتعاونون أستاذ علي بالتعاطي مع بغداد أمنيا اقتصاديا على مستوى المنافذ على مستوى المطارات على مستوى الحقول النفطية على كافة المستويات ليش إلى الآن ربع دينار مدخل الخزينة أستاذ علي من منافذ الإقليم تفضل يضحك أستاذ أحمد أنا قبل ما أجيب على سؤالك يعني هذا حق مشروع أعاقب على كلام الأستاذ مهند يعني عندما يقول 30 ألف برميل المحافظة وكردستان أربع محافظات ترى مو 30 ألف برميل كل المحافظات حسب سكان المحافظة حسب النسمة المحافظة أقليم كردستان ما يقارب 5 مليون و250 ألف يعني فرد حسب إحصاءات وزارة تخطيط والاتحادية هذا مو من عندي فما يصير التطقيسة وهي محافظة يعني 700 ألف نفار 600 ألف نفار هذا يختلف هذه الحسابات اللي أقول لك عليها هاي نقطة النقطة الأخرى مسألة يعني استخراج النفط والله هل قد يسوي 12 تريليون وخلي التريليون لاستخراج هذا مو كلام دقيق هذا البرميل النفط يعني في فترة نفط تكساس وصل إلى بأنه ما يغطي تكلفة الاستخراج منطقة إلى منطقة تختلف الاستخراج وثمن الاستخراج وهذا الفنيين يستطيعون أن يدلون بيدلوهم في هذا الموضوع وإنما مسألة يعني كردستان تأخذ أكثر من حقها أنا أقول لك والله ما أقبل أنا ما أقبلها على نفسي بأنه الحكومة الاتحادية أو تمن علي بدينار واحد فمن يمن على كردستان ويهب يهب كردستان دينارا واحدا فوق استحقاقه هاي خيانة بحق المواطنين البقية يجب أن يقدم إلى إلى القضاء إذا كان أكويتشي وإذا ما أكويتشي المقابل اسمعلي اسمعلي هذا وبعدين يجي يقول لي قيادي من الطراز الأول قال كل هذا الأمور أنا أطيق ملاحظة أستاذ مؤند كل اللي يظهرون بوسائل الإعلام هم ليس قيادين في الصرف الأول الإعلام من صنع منهم أنا اليوم ليش حضرت بصفة مراقب سياسي يجيبون واحد هو ما كو عضو خلية يقول لي أنت قياد في الحزب الديمقراطي الكردستاني وذاك مكيف منشع الموضوع زين وتأخذه العزة بالعثم يعني شو تقول لي يقول لك لا ما يصير تحسب علي أنت القيادين موجودين أسماء القيادين في حزب الديمقراطي الكردستاني في الاتحاد الوطني الكردستاني هم عدد أصابح الياد يا أستاذ مؤنات يجيك واحد يريد يصير براسي سوبرمان أنت تحسب تأخذ مال هذا كلام بالحقيقة بعيد عن الواقع واضح مسألة نعم واضح استرسل استرسل بالسؤال نعم المسألة الأخرى يعني دينار واحد ما دخل الخزاني الاتحادية يا عزيزي طبعا يقول موظفين أنا أقول لك منذ مستعش وفد الديوان الرقابة المالية الاتحادية في قليم كردستان وديدقق هو ينكر يقول ما تسمعون للوفد الرقابة المالية جميع المنافذ الحدودية بما فيها المطارات ممثلين عن الحكومة الاتحادية وأطيك بالأسامي ذاتري أنا لكن هاي مسائل بالأسامي رجال أمن ورجال قمارق موجودين في جميع المنافذ الحدودية فإذا أنت تنكرها وما عندك معلومات هاي مسكلة أخرى إحنا دا نتحدث أنت ذكرت نقطة جدا مهمة أنه دينار زايد إذا يجي للأقليم أنا أعتبر خيانة طيب اللي ما يرسل ولا دينار هذا خائن هذا شسمي أغازلة هذا أسوي لتمثال ولا تقول لي أسماء هناك شخصيات إدارية لا 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 هسأ قل لك هسأ قل لك أنا على العيدات أنا على المالات المالات ما البغداد وين أستاذ أحمد إحنا إذا حضرتك إعلامي مفروغ إسمعلي إسمعلي أستاذ أحمد إنت حضرتك إعلامي وإعلامي معروف من المفترض أن تكون مطلع على العالم واضح أنا عايش في أوروبا فترة طويلة جميع المقاطعات قانون المحافظات والمقاطعات يعني واردات المحافظة تسلم الأرقام إلى الخزينة المركزية إذا كانت يعني كافيا للمحافظة تصرف على المحافظة وإذا كان فائض يرسل الفائض إلى الخزينة المركزية وإذا كان هناك عجز يسد من الخزينة المركزية ما كنت أسلمني نص دينار وأنا رج Omaha سلمك دينار العالم اليوم لغة أرقام يعني عندما تعمل الديوال للرقابة المالية ووزارة النفط يدققون جميع الملفات والأرقام ويوصلون بأنه إقليم كردستان كل وارداته من النفط ومن المنافذ الحدودية يسوي 8 تريليون زيان يبقى 2 تريليون فاصلة 300 نرسلهم إياه على شكل دفعات شهرية فهذه الحقيقة تتقول لي ما سلمت وسلمت يعني هذا كلام ترى مو كلام اقتصادي يعني أنا ما أدري يعني ما أدري شون تتكلمون بهاللغة هاي هاي اللغة حظة لي هاي الزمان اليوم العالم المتحضر المتطور الدول الأوروبية كلها أنا هسا فيه جوجل يعني يكتب بأنه قانون المحافظات قانون المقاطعات وشون يطلع لك كل مقاطعة لها مواردها حتى نسبة الضراب تختلف من مقاطع إلى مقاطعه في جميع دول العالم في ألمانيا هي قانون مقاطعات في السويد قانون مقاطعات في سويسر قانون مقاطعات تغريدات في إسبانيا قانون مقاطعات يعني هاي كلها موجودة واضح جدا أستاذ مهند لو تلاحظ يعني على مستوى التغريدات الخاصة بالقيادات الخطة الأول مثل ما ذكرهم اللي يطلعون بالفضايات وما مو قيادات لكن حسبوا على الحزب الديمقراطي الكردستاني أو على أحزاب كردستانية بارزة أستاذ مهند لو تلاحظ يعني جملة التغريدات للقيادات الصف الأول نلاحظ عدم قبول عدم رضا واضح على أداء بغداد وعلى الطبقة السياسية لماذا لا نعترف أن أساس الشيعة فشلوا في إدارة البلد أستاذ مهند لماذا هذا التحسس عذرا بس تحملنا ليش هذا التحسس من نجاح رجال السياسة والقيادة في أربيل على مستوى الاستثمار على مستوى السكن على مستوى الأمن لماذا الطبقة السياسية الشيعية تتحسس من وجود قيادات تاخذ حقها بلسانها بديها لماذا تتحسسون من تواجد قوات أمنية هي بيش مرقة تابعة للحزب الديمقراطي أو تابعة إلى أقليم كردستان بينما الفشل في الوسط والجنوب هو واضح يا أستاذ مهند لماذا التحسس تفضل أولا أنت لو تراجع إن شاء الله وتراجع الحلقة لن تجدني أرمي باللائمة أو بالتهمة أو باللوم أو التحسس أو بالهجوم على الأخوة في كردستان أنا أتكلم عن الحكومة نعم من قلت غير منصفة لو أقول كردستان قلت الحكومة من قلت المصطرة عوجة ما سميتها مصطرة كردستان أنا أتحدث عن الأب عن الراعي اليوم الأب جاي يشيل لقمة من واحد يجوعه ويخليها بواحد يترسي سمنة أولا تحسسي من كردستان بشي واحد يشوفهم ناجحين هذا الأب متحسسي صوت عالي صوت عالي وداري صوت عالي لا الأب يداري الجميع أستاذ أحمد فضل الأب المنصف الراعي اللي يشعر به أولا تحسسي من الأخوة في كردستان بأمر أقلهم قولي نعم الله قولي شكرا أنت اليوم 200 مليار جاي تيجيك بعد أن تأخذ كل ما لديك ويجيك فوقها 200 مليار يعني أنت كل ما لديك لك وتجي تأخذ 200 مليار أمين جاي تأخذ 200 مليار سلام علي وسلم أستاذ علي أحنا عجو وشين الموضوع أستاذ علي أستاذ علي أشوان كلام عوض أشوان كلام جاي أنت اليوم جاي تأخذ كل ما لديك وأنه بتأخذ من عندي 200 مليار إذن أنا تحسسي من كردستان أقل لي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان شكرني لا أقلهم أما التحسس واللائمة وأنا ما جاي أقل لك على الحاكمين اليوم الحكام اللي وصفتهم شيعة مشكلة عندنا بيهم أجيب أي مشكلة ما أن يصل إلى دكة الحكم ما أنت من انتخبك خلي سمعون كل ساسة الشيعة خلي سمعون من شيعي ما أنتم من وصلت من وصلكم من كبركم من هو نفخكم من هو سوى أحزابكم من هو وصلكم إلى كراسيكم الكردستاني السني لو الشيعي وصلكم بربك بضميرك أستاذ أحمد من هو وصلي أنا اليوم الشيعة في الوسط والجنوب برزاولكم وأنا السابق قلت الشعب ما قصروا إياكم الشعب صفوا قلكم وصوت لكم علي باك علي وكل شي قل يريد شجعك اليوم ترى بالمناسبة أنت لابد أن تؤمر لابد أن تؤمر هاي قاعدة الحياة لابد أن تؤمر طيور الطير بالسمة هم تحط لها أمير قدامها يمشي صح لو لا اليوم مو إحنا البشر فجعلناكم أمراء الشعب يقول مو مهندان ما جعلهم ذول أمراء الشعب أمركم بالنتيجة أنت تأخذ صوت الشعب الشيعي وتأخذه وتجامل بي كردستان وتجامل بي غيره وغيره وغيره هذا الظلم أنا أتجاي يقول أستاذ أحمد فمن جاي تقل لي عندنا مصيبة بالحكام الشيعة ما أن يصل إلى الكرسي أول ما أنت ظهره وين للوسط والجنوب وين قام يبتسم ويضحك لكردستان ليش حتى يحافظ على الكرسي هذا الواقع هذا الواقع خليسمعونه هذا الواقع أما غيره هذا مواقع وطبعا شنو عندهم الغاية تبرر الوسيلة وبالنتيجة هو يحكم باسم الشيعة ويظلم بالشيعة هو يحكم باسم الشيعة ويقتل الشيعة ليش يقتل الشيعة لأن قرارات خاطئة أوقعتنا في حضن داعش وقرارات خاطئة اليوم اقتصاديا وأنا قلت لهم والله وبالله وتالله موازنتكم هذه وقضية رفع سعر الدولار إن بقيت والله سنشهد حالة جريمة قادمة الناس جاعت قلت لهم اليوم صبرت باشرة تحملت عقبة تنفجر فلذلك تقل لي يا أخو تقل لي الحكام الشيعة ليش الجاملون جاي يقل لك يحافظون على كرازيهم ونسوا الفضلة حسرة بي حسرة أستاذ أحمد أنا رجل ميدان أنا موحشي لك هالسبغداد تلقيني بعد سعب محافظة فلانية أروح وأباوع وأشوف شوفنا شبابنا في الوسط والجنوب يبتون عمي المشكلة ينتخبوهم أستاذ مهند تسريعني شتريد أستاذ أحمد أنا أأمرك وخليك أمير حتى الدار الجماعة حتى ترجع أنت شعب شعب لا بد أن ينتخب شعب لا بد أن يفرز شعب يصدق بالظاهر وأنا أكثر أن أتعامل بالظاهر شعب جاي يكبر ناس كبروا أحزاب كبروا شخصيات ما احترام لأسماء الموجودة أنا جاي أقول الأوصاف والمواقع التي استلمتموها جعلت منكم فلاني الفلاني ولا منه الكل نكر أمام الشعب والكل نكر أمام العراق الكل بلا استثناء الكبير هو العراق والشعب العراق فبالنتيجة يوم الشعب كبركم زجكم أمركم ليش تدورون وجوكم يا أخي القاعدة اللي يقول لي إحنا تحز بقلبنا أنت جاي تاخذ من لقمة الوسط والجنوب وتطيها الغيرة أنا ما جاي يقول والله عدم أنصاف كردستان خطأ وظلم كردستان شعب محترم والكرد شعب محترم وأخواننا وتحيتنا لهم وحبنا لهم جلدتنا جلدتنا بس جاي نقول لك إحنا عائلة اليوم عائلة بيها أخوان جاي نقول لكم يا أخوان في كردستان إحنا مشكلتنا مع الحكومة الحكومة جاي تبطيكم أنصيص أنصيص هاي يعرفونها هنه لم ولخيكم أنصيص أنصيص وبالنتيجة حتى ما عندي نص أستاذ علي أستاذ علي تعتقد اليوم رئيس الوزراء مثل مصطفى الكاظمي هو اللي مثل مقام بالواجب يعني هو الذي أنصف أربيل قياسا برؤساء الوزراء اللي سبقوا والشق الثاني من السؤال أستاذ علي شنو اللي تردو من بغداد بالضبط حتى تقولون جزاها الله بغداد وأن تتحقنا وأكثر وجزاهم الله خير لأنه عدم الرضا واضح من القيادات من النواب من المزاج الشعبي من رأي العام دولة ك groß ميج الشعب ما راضي هو اللي أجد أقول لك دولة ك groß الشعب ما راضي فضل أستاذ علي لا لا أستاذ أحمد أستاذ أحمد أنا أخليه أقول لك يعني عدم الرضا عن بغداد هو ليس عن بغداد العراق كما تفضل الأستاذ مهند له فضل على الجميع إذا تعرف شوان والعراق أكبر من الجميع لكن عدم الرضا من الطبقة السياسية لا يعني عدم الرضا من العراق ومن بغداد هذا أداء سياسي لشخص عن آخر يختلف أنت شفت كل رؤساء الوزارات من السيد الجعفري والسيد العلاوي والسيد المالكي بعد حفظ الألقاب والأسماء السيد الحبادي وعادي العبد المادي يعني تختلف مواقفهم من تجاه أقليم كردستان بشكل أو بآخر وأحيانا أحيانا يعني المسائل الانتخابية تتحكم بالمزاج في السنوات الأخيرة فلهذا أنا أقول إحنا أيضا نطالب بالعدل والإنصاف أنا كما قلت لك لا أريد دينارا واحدا من أهل البصرة أو أهل النجف كربلة يعني بابل يأتي إلى كردستان بغير حق أنا لا أقبل هذا ولكن ولكن الحق أين منه يفصل بالحق هناك دستور وهناك أيضا حكومة من المفترض أن تكون أمينة على مصالح الجميع فهذه الحكومة عندما تقول بأنه أقليم كردستان لديها حق بشار 200 مليار أنت قل للحكومة يا بطيني توضيحي شلون قبل مثير بأنه تقول هاي مو من حق وكذا قل له شلون أنت شرح لي هذا الشرح اللي أنا قدمه والتهسر شرح عادل عبد النجي يختلف عن الكاظمي شرح الكاظمي يختلف عن العبادي خلونا منحك بالدستور أبوس راسك أستاذ علي الدستور عفو بر القناة رجاء لأنه لا أربيل التزم بالدستور ولا بغداد الله يخليك لو الدستور مصدر يمشي على الكل كان لا أنت وضعك لا عد شنو إذا ما نتزل بالدستور عوم الدستور أرجوك عوم يا أستاذ أحمد إذا ما يكن دستور هو الدستور العقد الاجتماعي بين المكونات إذا ما يكن دستور يعني نسلم نفسنا إلى أهواء السياسيين ما يصير هذا هذا ما يصير صح الدستور يعني يخرق من قبل بعض الأساسة لكن بالأخير يجب أن نعود إلى الدستور وهناك محكمة اتحادية أنا أطلب من الأخوة والأستاذ مهند تعتقد بغداد التزمت بالدستور مع أبي قبل ميثورون هذه المسائل في وسائل أستاذ علي تعتقد بغداد التزمت معكم وفق الدستور والقانون هاي المئتين مليار كافية عليكم عمي لهم خارقة للدستور لا 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 اسمح لي اسمح لي هذا الاسلوب التحكمي يا أستاذ أحمد هذا الاسلوب التحكمي هذا لا 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 هذا ما يلي بحضرتك ولا ببرنامجك مطلقا 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 أنا اسمح لي اسمح لي طريقة سؤالي أنا أقول لك اليوم لا تكم الكل محترم بالعكس جنابك محترم أي أي ما يخالب خلي أجيبك خلي أجيبك خلي أجيبك خلي أجيبك أنا أجيبك أنا أسا أكرر أكرر دعوتي بأنه إذا بغداد دازة أكثر من حصة الإقليم ويعني تراعي الإقليم على حساب المناطق الأخرى والله والله أنا لا أريدها زين أنا أقول لك يا بالفم المليان ولكن الأخوة قبل ما يثيرون هالمواضيع في وسائل الإعلام ويستغلوا استغلال غير صحيح خلي راجعون المحكمة الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية شنو لهذا الموضوع يعني الحكومة ماذا تقول ليش الحكومة صامتة صار شم يوم يعني أنا أستغرب فلهذا يعني يجب يعني هذا الإثارة هذه الإثارة وبعدين ترجع الحكومة تبطي وتقول يا باه هذولا حقهم أنت اش راعة تقول للشعب يعني اش راعة تقول لهم يعني هذا أنا بنظري واضح لنستبق الأمور واضح جدا أستاذ مهند واضح حسنت بارك الله بك أستاذ علي أرجع لك إن شاء الله أستاذ علي الفيلي أستاذ مهند هل يحسب للكاظمي أنه مرجع يعني إلى الوراء وشاف الخلافات الجانبية كلها تركها وراء ظهرها واتجه نحو تسوية الأمور المالية والأمنية والاقتصادية وحتى النفطية على وجه الخصوص ألا يحسب للكاظمي أنه رتبت يعني كنت تسوية صارت سؤال مصاحب الزيارات الأخيرة يعني ألا يحسب للكاظمي أنه هدأ الموجة رحل رحل هو لم يهدئ السيد الكاظمي رحل الإشكال مع كردستان بدليل أنه لم يسوي قضية المنافذ وإذا استرجعتم في قناتكم الموقرة وادعوكم لذلك قضية المنافذ وكيف صارت هناك حملة وبالنتيجة ما الذي نتج اليوم أتحدى أي مسؤول حكومي ينطيني اليوم ورقم اليوم المنافذ الحدودية اليوم تذكر المنافذ الحدودية dropped政府 منافذ الحدودية أكتما في كردستان وإنطيني شهر الراح وإنطيني حسابات ختامية التحدي المسؤول العراقي الحكومي ببغداد ينطين رقم اليوم رقم اليوم بالمنافذ هل يعلم ؟ هل لديه كاميرات ؟ ؟ هل لديه جهزة أمنية واستخباراتية وأمنiment وطني وتجارة ووزارات فالعشر مصطحش مثل ما أنت في حدودي ومنافذي في الوسط والجنوب تسوينا سوينا باعتبار المنافذ اتحادية إذن ما يقدرون إذن ما يكون تسوية صارت أما أنه الأخوة أنا يعني أهواي ما ردت أجاوب أستاذ علي الفيدي من استغلال واتهام وكذا حتى لا أشنج الخطاب ولا أدخل فيه سجالات أقول لا تتهمني بالاستغلال أنا لا أستغل المواقف السياسية أنا في كتلة النهج صوتي واضح ومن يستطيع أي واحد سياسي حتى ليحبنا وحتى ليكرهنا في العراق نحن نتكلم بصوت مواطن نحن من جاي نقول يا مظلومية الوسط والجنوب قبل سنة صورنا وقبل سنتين وقبل أربع سنين وهذا خطابنا نحن و جاي نحن كل مشكلتنا جاي نسبب لكم مزعاج لأن نحن نلقى الضوء على اليمن على القضايا اللي جاي ما يدري بيها المواطن ميتين مليار راحت ميتين مليار إجت كذا فلذلك هذا خطابنا يا أخي ليس انتخابي أنا لست مرش حسان مجاه خطابي أنا لست مرش حسان مجاه خطابي أنا لست مرش حط بجيبي مثلا أصوات أو إحنا اليوم عدنا جمهورنا وعدنا وضعنا أتقل لي خطابك انتخابي ولا أريد أستخدم الخطاب السياسي في إثارة الجمهورات اللي عدي معيب أنا أنا اليوم جاي أشعر للجمهور أنه أنا أتبنى خطابك نعم وهذا حقي وحق الجمهور بل واجبي عفوا مو حقي واجبي أن أكون أنا خطاب الإسان حال الوسط والجنوب باعتبار سفن اليوم كثير من الأصوات الوطنية ضاعت أن تنادي بحق الوسط والجنوب هذا الدلال أكثر من ذلك سيد أحمد هذا اللي جاي أقوله وأنا من أوصلة يعني حقيقة أتألم يا أخي إحنا في الوسط والجنوب عدنا مشكلة صحية كبيرة عدنا مستشفيات لحد الآن بفلسات تكتمل ما كملت وعدنا مشكلة في العقود والأجراء وعدنا مشكلة في الفقراء اليوم إحنا طوابير الفقراء يا أخي أنا أنا أتكلم بألم ناسنا قامت تاكل من النفايات أستاذ أحمد ما يدري هو في كردستان ما يدري ما يدري بيش جاي سير بي وهذا بسبب شنو السياسات غير العادلة أنت اليوم وصلت لك مئتين مليار أنا كل شي ما وصلتني ولا دينار حتى موازنة الاستثمارية اللي هي 24 توريليون وين هل وصلتك نحشوا يا ربعة كلاسة المهند يا عمل حكومة بديكم يا عمي أستاذ أحمد البارحة أباوع لي مقطع وأنطيك يا أديس لك يا في قلب في مركز مدينة السماوة هاي اللي هي أفقر محافظات الجنوب والله العظيم في مركز المدينة هذا المجسر اللي عسى ما صار مجسر أكل المدينة في قلب المدينة لو حد هذا كان هو تانكي بس الناس من التنبه والقراجوسة والله متباوع لحنا وين بيا عصر الجاهلي بيا عصر إحنا بن يادرتال اتباوع عاصفة ترابية بسيطة قلبة خلقة المحافظة قلبة خلقة المدينة هذا المجسر والمستشفى المجسر هذي مدينتكم السماوة اللي هي المدينة الحبيبة دروح شوفوا والله مني تروح تباع المجسر وإلا دزلقيا اليوم المخطأ وشوفها تقول معقولة احنا في الالفين واحد وعشرين أكوهي تشساحة وهذا سبب شنو منو لو السريع السريع هذا يا أخي وادعوك ووزير البلديات من عندك يا أخي رحملي عامل ضربوهم الطابو رحملي عامل الجعب ضرب ضرب ساد أحمد هذا القضية إنسانية بالناصرية عوف لي أنا وزرائي أكون وفور أكون وفور شعبي يا أخي خدماتي عدم أنا أدعو وزيرة البلديات يم عودة يم الغيرة سويها لله فتح السريع روح الناس جاي تموت يوميا جاي تنوت ما مفتوح السريع ما مفتوح هو قطعة طويلة حاطي لك كون كريت والسريع انت شايف السريع العراق كل مقلوب هناك بسايد واحد حاصرهم هذا رايحة جاي وذا بالليل أنا رجعت ذاك اليوم بوقت متأخر والله لا خليت آية قرآنية ما قرأت ما تقدر تمشي وأقلهم يوم عودين ورحمونه أنا اليوم وزيرة البلديات ها رسالة طبعا رحمونه يا أخي وأنا جاي يقول لك هذا واليوم المجسر يمكم انتم عندكم البلديات والاسكان انت جاي تتحكم بي فارحمني انت اليوم ترى انت من تقول لي أنا مرتاح ترى أنا ما مرتاح ما مرتاح أستاذ علي برسالتك الأخيرة إلى المعترضين على إرسال الأموال الممنوحة للإقليم أستاذ علي الفيلي وهل تعتقد يعني تعتقد هذا الخطاب الكردستاني رح يستمر أنه الطبقة الحالية هي طبقة سياسية يعني فاشلة بائسة بخطابك الأول طبعا رغم أن هذه الطبقة جادة للكم يا عمي لا لا اسمح لي اسمح لي استاذ أحمد بعجالة هنا أكو اعتراض الاعتراض أكو قنوات رسمية الإعلام طبعا يعني يستطيع أن يسلط الظو ويظهر جانب من الحقيقة يعني مو كل من يظهر بالإعلام هو تقني وفني ويفقع لغة الأرقام فإذا أكو اعتراضات أكو القنوات الرسمية التي تؤدي إلى نتيجة يعني مثلا ديوان الرقابة المالية المحكمة الاتحادية اللجنة المالية في مجلس النواق هذه كل قنوات يجب أن تراجع وتسأل هذه الأسئلة التثار بالإعلام لاستدرار عواطف المواطن البسيط وأنت تقول يعني لماذا يعني هذا الويد والمحبة والدلال من قبل الكاظمي أنا أقول لك ممكن يعني يوسف كان حبه إلى قلبي أبي من إخوتي ممكن لغاية من نفس يعني لغاية من نفس يعقوب وطلعتنا من خانة أستاذ علي لا أخوي علي كيفك لا تحم أنا قايل لكم لا تحمون أخوي الأكراد يعني أنتم من نبي بدلعظة بدلعظة والسيد الكاظمي أيضا هو ما مرشاح ولا يشارك بالانتخابات حتى تقول عنده يعني أجندة انتخابية ويريد يكسب صوت الأكراد إلى جانبه الرجل يعني ممكن ممكن هو وسيد الكاظمي النبي يعقوب ولذلك ويحبكم أكثر من وسط والجنوب يعني ما أعرف شو رأتبته يراد أن الرؤية ما أعرف تقول الحكمة شلون إيش أقول لك يعني أنطيك أرقام ما تقبل بها أقول لك ممكن هاي تقول محبة من الله يعني شكرا جزيلا أستاذ علي الفيلي نورتنا من أربيل المراقب السياسي شكرا لسعت صدرك أستاذ علي الفيلي شكرا أستاذ أحمد على استضافة تحياتي لأستاذ مهند شكرا أحنا أخوة أستاذ مهند إن شاء الله بززونا القياد مع المنافذ شكرا أستاذ مهند العتابي نورتنا عن نهج الوطني قياديا شكرا لجناب شكرا لكم سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة